موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا واسهلا بكم معكم ورحمة الله وحلقة جديدة على معصر التقنية بخصوص موقع بريستو الناس كتير اللي توصلت معايا من المسجلين على الموقع وناس محترمين جدا قالوا وجهة نظرهم ان هما دخلوا ازاي وشرحوا للموقف اللي هو فيه يعني الدنيا مش هزاي خلينا نتكلم سريعا عشان بس الوقت عشان بتجي لها سئلة كتير الخاص وتحت الكومنتات مبدعيا الناس اللي دخلها تشكك في كلامي انا هنسهلا بيها وانا برد عليهم برد بسيط انت بتقول مسلا ان الموقع باله التسعة سنين ان الموقع مش عارف ايه اه مرخص او ايه يا زلك اثبت كلامك وتاخد تلاتين دولار في احلى من كده يعني انت بتقول للموقع باله التسعة سنين اثبت ان الموقع باله التسعة سنين فعلا واخد مني تلاتين دولار حاجة ببلاش كده عشان انا ما بحبش اللي بيخش اه يكتب تعليقاته ومش فاهم هو بيقول ايه انت اثبت ان الموقع لتسعة سنين او اي حاجة ما انت بتقولها. ونشوف مين كلام صح. ده نقطة. نقطة التانية. الناس اللي هي بتقولك انا كنت طالع في او اعملت او كنت اه داعي ناس وخليتهم سحبوا فلوسهم. حضرتك انت في السفصيل ما فيش اي مشكلة معك نهائيا. المشكلة يوم ما يقفر الموقع. هيبقى في ناس طبعا لها فلوس. وهي روح وعملوا بلاغات. ان الحكومة هتجيب الناس دي. مين اللي ادخلكوا الموقع? عرفتوه منين? فلان وفلان وفلان. طب تعال يا فلان يا فلان. انت عرفتوا الموقع منين? وطبعا الناس دي كانت بتاخد اه على الناس اللي بتدخلها. ويتجيب عملة منين? وكت بتقبض ازاي? ومحفظتك ايه? هم دول اللي هيخشوا في المعمع يعني دول اللي هيخشوا في المفرمة. لكن انا دلوقتي قائد او مشترك وخرجت من واقع قبل ما الدنيا نطاعة. انا مفيس انا مليش دعوة. حتى لو البيانات بتاعت موجودة على ما فيش اي مشكلة. انت البيانات بتاعتك اللي موجودة على وطالما خرقت خلاص انت الموضوع بتاعك انتهى. المشكلة في الناس اللي هتفضل متواجدة في لحظة سقوط الموقع. دي نقطة. النقطة التانية. اه طب احنا هنخرج وهي هنشتغل برأس يعني هنخرج برأس المال مش هنجيب حد جديد وهنشتغل بالارباح. دي حاجة ترجع لك. ولكن عشان يبقى كلام واضح. خضرتك. الارباح اللي بتاخدها دي مش من تداول مش من عملة مش من اي حاجة. تبتاخد ارباح من نصب. يعني بتاخد ارباح من نصب. يعني الناس بتخش بتدفع فلوس عشان خاطر تحقق ارباح. هم بيدوك جزء منها اللي هو النظام الهرمي. هو ما عندوش ما عندوش حاجة بتجيب ارباح. ما عندوش فعلا الموقع بيجيب ارباح. هو الموقع ده تداول داخلي. يعني ايه? انا تجيب دلوقتي برصة داخلية كده. انا اللي هعملها احمد علي مسلا موقع ولا اللي حط الاسعار ولا اللي اطلع في العملة ولا اللي اعمل كل حاجة. ده مع نفسي. وبكسبك وبخسرك بنانا على كده. وانت لا بتكسب ولا بتخسل. احنا قلنا تاني الارباح كلها اللي بتيجي حضرتك. بتيجي من ادعاة ناس تانية. عشان برضو الناس اللي حابة تكمل. عشان في ناس بتسألني طب هو حلال ولا حرام ان اكمل في الموقع. ده ولا تسأل في مفتو. ولكن انا بقولك ان الموقع انت بتقبض من فلوس الناس التانية. مش بتقبض من ارباحه. فمن فعش انك انت تقول انا باخد ارباح من الموقع. دي نقطة. النقطة كمان اللي عايز احب ان اكمل فيها. انهم بنزلوا منتج تاني اهو. المفروض انهم عشان بيخلوك على قد ما يقدروا. اه مهتم انك تكسب. اللي هو ايه اه احمد علي بقولنا احنا النصابين. طب فيه منتج هوا هيكسبك مش عارف كم في المية. لو انت طلعت هتخسر الفرصة دي. لازم يخلي رجلك دايما جوه الموقع. ليه? طول ما انت موجود هو عايز فلوسك جوه. مش عايز فلوسك تطلع. لازم يطمعك كل شوية بحاجة عشان فلوسك تفضل جوه الموقع. لانه كل مكان الناس فلوسها جوه الموقع اكتر منها ما بتسحب هوك اللي كذبان. لما يقفل هيقف على كل الفلوس او اغلبها. لكن انت لو بتسحب فلوسك كلها برا. ولازم يخليك تسحب عشان خاطر يبقى فيه ثقة ان الموقع مش نصاب. لكن هو بطريقة من الناحية التانية بقولك بص فيه عملاء اسمها كذا. بص فيه مش عارف ايه. بص لو انت حطيت دلوقتي مبلغ. لازم يخليك طول الوقت. حابب ان فلوسك تكتر. حابب انك تعيد استثمار فلوسك تاني. عشان تاخد فلوس اكتر. فهو بيركز على انه كل شوية يجر رجلك بمنتج جديد او بحاجة جديدة. احنا نزلنا عملة اسمها كود. احنا نزلنا مش عارف ايه. احنا نزلنا ايه. وبيخليك تسحب. بس في نفس الوقت هو بيطمعك انك تفضل قاعد على الموقع اطول فترة. وبيحاول انه خليك فلوسك تخش يعني انت طلعت كسبت من عملة كود. نزل لك هو منتج تاني انك كنت تخش في العملات الرقمية عشان تخش وتستثمر. هو مش عايز فلوسك تطلع يعني فلوسك بتطلع عادي لكن هو عايز يخليك جوه الموقع بفلوسك وتكتر عليها. في ناس بتروح تبيع هدومها تبيع اه العربية بتاعتها تبيع شاقتها على اساس ان هو ايه? هبقى اروح اخش الموقع فاكسب كتير فابقى اسحب بعد كده وبقى رجع اللي انا باعته. لا الكلام ده نساه. هو هتعمله. نفيش الكلام ده. فتاني بريستون الموقع. نصاب. الموقع هيقفل امتى? الله اعلم انه زي ما قلنا هو بيقفل لما بيصل لحد معين. عشان الناس اللي بتقول طب هو ممكن يقفل بكرة ممكن يقفل بعده. الله اعلم ممكن يقفل بعد شهرين. والحكاية يقفل امتى واستمر امتى على حسب المصريين اللي الشغالين. هو دلوات الشغالة على المصريين. لما المصريين تبتلك تتنبع وما يعملوش اداعات هيلاقي نفس ان هو الفلوس بتطلع مش بتخش. يعني هو بيكسب الناس بس بيديهم حاجات عشان يحاول يخليهم جوه الموقع. لما يلاقي الناس بتسحف فلوسها فهو كده لا. هيخسر هتلاقي. رح اقافل على طول ايه? قبل ما يبقى كمية الفلوس اللي خارجة منه اكتر من الدخلة. او ما لقني كمية الفلوس اللي خارجة منه اكتر. هيقوم اقافل على طول الموقع. فتاني. لو انت خايف من الوضع القانوني. الوضع القانوني زي مؤنن الموقع لما يقفل اللي هتجاب الناس ساعت اللي هتوقت البلغ في اللحظة دي. هم اللي هتجابوا القادة وتعالوا. واللي هيبلغ عنهم الناس اللي تحتيهم. يعني الناس الصغيرة اللي هم معرفوش قادة ولا يعرفوش ارباح والكلام ده كله. هم اللي هيروح يبلغوا ان يفلوسهم راحي. ساعتها بعد الحكومة هتجيب اللي هم ايه? طب عرفت الموقع عن طريب مين? عن طريب فلان. طب تعال يا فلان. ويبتدي التحقيق مع الناس الكبيرة اللي هم القادة فيه الموقع. فده الموضوع باختصارها عشان خاطر كل الناس بقى فهمها. حضرتك عايز سعرف ايه اللي هيحصل معك بالزبط? اكتب نصب هكبول واخبار نصب هكبول. على جوجل. هيقولك ايه اللي حصل والناس اللي تحقق معها والمحافظة اللي اتقفلت واللي حصل اللي لك ده كلها. وكانوا برضو ناس من هونج كونج. وكانوا من جوه مصر وتقبل عليهم. وعشان نبقى واضحين. مفيش حاجة بتتم من العصابات دي بتشتغل جوه مصر. الا بهم بقى الشريك ده اللي هيبقى في وص المصريين الله اعلم. مين اللي هيقع ويبقى هو الشريك الاساس اللي هيتخط الحبل حوالي رابط الله اعلم. الحكومة بقى اللي هتجيبه. مفيش العصابات دي ما بتشتغلش جوه مصر الا بمساعدة مصريين. ايام هكبول كانوا هما فيه مصريين هما اللي كانوا بيجيبوا الخطوط. وكانوا بيعملوا. كان عصابة كلها من هونج كونج. وكان فيهم واتنين مصريين معهم. لما اتقبض عليهم. وكانوا عاملين مش موقع واحد. كانوا عاملين تلات موقع جوه مصر. وكانوا كلهم بيشحنوا عن طريق فودافون كاشي. فحاليا تاني عشان يبقى كل الكلام كده انا غطيته. اديك فهمت? الموقع هيقفل. الازة هيحصل لما الموقع هيقفل. عشان الناس اللي خافة انه ممكن يحصل لها حاجة دلوقتي. او الموقع ما يقفل اللي هيقفل الموقع هو جوه هو ده اللي هيتمسك. يعني الموقع لما يقفل وهو ليه ناس جوه وهو ليه فلوس جوه هو ده اللي هيقوم ممسوك. الناس مش هتسكت على فلوسها هتروح تبلغ طبعا. فعشان يبقى الكلام واضح محدش يخلي في حاجة ملفوفة حوالي رائبته. انا بحذرك من دلوقتي. الموقع قفل بكرة قفل بعده وقفل بعد شهر. اديك عرفت اللي فيها. استعد للفرار. تخليش فلوسك جوه. ما تجيبش ناس جديدة عشان تسجل. ما تجيبش ناس جديدة تخليها بعد كده لما فلوسها تروح تبقى هي الشكر اللي هتتضرب بيها لانه ملوح يبلغوا عنك انك انت اللي دخلتهم الموقع. حابب انك تبقى في السيفسايد زي ما قلت لك اطلع بالناس. حابب تكمل بالارباح. عايز سيا من الارباح بس النقطة التانية انا بقول لك ان مفيش الفلوس اللي هتجي لك. مش هتجي لك من اه تداول او من اي حاجة من الكلام الفاضل اللي انت بسوعة ده. بتجي لك من فلوس الناس اللي بتخش بعدك. فانا كده قلت كل حاجة. وزي ما قلت. حذرت وقلت. يا جدعان انتو بتشتغلوا مع الشركة نصابة. ملاش اي توجد قانوني. مصر مش مشرعة نهائيا التعامل بالعملات الرقمية. فما حدش يضحك عليك ويجي يقول لك والله الشركة هتفتح. الشركة هيبقى لها فرق. ده الجامعية مش عارف ايه. كل الكلام ده كده. ما ينفعش ان هيبقى حاجة ممنوعة في مصر قانونا وتروح تفتح لها الشركة في مصر. ده كلام فاضي. عايز تتأكد اكتر انها الشركة نصابة. خد السجن ان انت بتخش بها في كل لحظة. ودخل على اي موقع اي حاجة. وشوف هل فعلا الاسعار على المنصات التانية بتوصل الاسعار اللي هم بيحكوا فيها. لو لقيتها انها مختلفة تماما تعرف فعلا ان الكلام صح. وان المنصة دي بتشتغل داخليا. يعني داخليا يعني بيعملوا اسعار مع نفسهم كده سيقوم مع نفسهم. هم اللي بيطلعوا الاسعار هم اللي بنزلوا الاسعار. وبالعبوا بيكم. واللي بيعمل كده ممكن يخسرك كل فلوسك وبقى ساعاتها برضو ايه? هيبقى رسمي. هقول لك والله فلوسك خسرتها في التداول. هقول لك حصل حاجة والفلوس بتاعتك خسرتها في التداول. ده حصل في موقع برضو. كان الناس خط فيه فلوس. ودخل وراحت الشركة كان ربوت تداول وراحت ندخلهم في صفقات. كلهم بقى سالب ساعتها وراح قال لك لازم بتدفعها فلوس وقال لها هيتقبض عليك وكان شغل لنا زرقة يعني يوميها. فالشركات دي مش الحد دها ما بتتدمش كتاكيد. ما فيش حد بيكسب من الهوى. بتكسب من عملية نصب منظمة. فما تبقاش شرك فيها. ما تبقاش عضو فيها. خليك انت لأسكى. وخلاص كسبت اطلع. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.